موسيقى ضم هذا الأسطول المتنوع عدة وحدات لنقل الركاب بين المغرب وأوروبا وكذلك سفن متنوعة بطاقة استيعابية جد محترمة غطت نسبة كبيرة من التجارة الخارجية للمغرب من صادرات المملكة المتكونة أساسا من الفصفات ومشتقاته إلى جانب صادرات المملكة من النسيج وكذلك المواد الفلاحية وقد ساهم هذا الأسطول المتكون من حوالي 60 سفينة متعددة تخصصات في تنفسية صادرات المغربية في الأسواق الأجنبية كما ساهم كذلك في توازن الميزان التجاري الوطني وبالتالي الحفاظ على العائدات الوطنية من العملة الصعبة إلى جانب ذلك ساهم هذا الأسطول في تكوين جيل مهم من أطر ومن الضباط ورجال البحر وكان عاملا مساعدا جدا بالنسبة للمعهد العالي للدراسات البحرية في التكوين العملي والتأطير الميداني للضباط ورجال البحر والتي هذه الأطر التي ما زالت تشتغل إلى حد الآن سواء على مدن السفن الأجنبية أو في إدارة وتسيير عدة موانئ مغربية منها ميناء طنجة المتوسط الذي يشتغل به حاليا ما يفوق سبعين من خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية والذين بدأوا مشوارهم العملي على متن الأسطول المغربي هذا الأسطول عرف تراجعا كبيرا منذ سنة 2008 وفي سنة 2011 عرف تقريبا تناقصا مهما لأنه الآن أصبح الأسطول المغربي يتكون فقط من 14 سفينة فقط وهذا الانهيار الذي عرفه الأسطول المغربي هو راجع لعدة أسباب لعدة عوامل سواء داخلية أو خارجية نذكر منها في المجمل اعتماد فياست البحار المفتوحة التي كانت معتمدة من طرف جميع الدول الأوروبية أو جميع الأساطيل العالمية وتطبيقها في المغرب اقتضى بفتح قطاع النقل البحري الوطني في وجه الأساطيل الأجنبية ورفع جميع الامتيازات والضمانات التي كانت تتمتع بها الشركات الملاحية الوطنية وهذه الامتيازات ضمت أساسا مجال أولويتها في مجال نقل التجارة الخارجية الوطنية وكذلك استفادتها من الامتيازات المتضمنة في قوانين الاستثمارات والإعفاءات الضريبية التي كانت مقررة في ذلك الوقت من أجل تشجيع الأسطول الوطني حاليا وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على انهيار الأسطول المغربي والذي لا يضم حاليا سوى 14 سفينة يجمع المتخصصون على ضرورة بناء أسطول وطني استراتيجي قادر على رفع التحديات الحالية والمستقبلية ليكون رافعة أساسية من رافعات الاقتصاد الوطني وذلك للاعتبار التالي الاعتبار الأول أن حاجة المغرب المليحة إلى أسطول استراتيجي في ظل الإكرهات الجيوسياسية التي تعرفها التجارة الخارجية للمغرب سواء علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي ونحن نعرف بأن هناك وجود لوبي إيبيري إسباني لا ينظر بعين الرضا إلى صادرات المملكة خصوصا الصادرات الزراعية وصادراتنا من الصيد البحري وهذه الصادرات التي تمر برا عبر إسبانيا فهذا اللوبي لا يعجبه كثيرا نجاح المغرب في تصدير منتجاته عبر إسبانيا وهو يعمل العراقيل وهذا تم في التسعينات وكذلك في السنوات الأخيرة ولذلك وجب التفكير جديا في ضرورة وضع وإنشاء أسطول مغربي قادر على أن يساعد الاقتصاد المغربي في التمدد والنجاح سواء في أوروبا أو في إفريقيا كذلك هناك القوانين البيئية الأوروبية التي تمنع والتي ستعوق بشكل كبير النقل البري للمنتجات المغربية عبر أوروبا مما يستوجب معه وجود أسطول بحري يتمكن من خلاله المغرب إلى إيصال منتجاته إلى الدول الأوروبية في الجهة الثانية فإن التوجه الإفريقي للمغرب وحضوره الاقتصادي في القرى يفرضان عليه إيجاد أسطول بحري كف وحاضر بقوة في القرى الإفريقية وذلك لسببين اثنين السبب الأول ارتفاع كلفة النقل البحري ونحن نعرف بأن منذ بداية 2020 إلى الآن ارتفعت كلفة النقل البحري مثلا بالنسبة للخط ما بين الصين والمغرب إلى حوالي 8 مرات وهذه الكلفة أصبحت عائقا كبيرا أمام تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية ولذلك فإن التحكم في النقل البحري بالنسبة للمغرب أو التحكم في جزء مهم من النقل البحري أصبح ضرورة مليحة بالنسبة للاقتصاد المغربي ثانيا وجود عراقيل وأخطار عدة تهدد النقل البري للبضائع إلى إفريقيا عبر الصحراء المغربية وكمثال على ذلك مشكلة التي وقع في القرقارات مؤخرا حوالي 20 يوم لا تستطيع معه الشاحنات المغربية من نقل المنتجات إلى سواء الموريطانيا أو النيجر أو مالي وإلى دول جنوب الصحراء ولهذا نتوقع بأنه من المفروض على المغرب أن ينهض بأسطوله البحري لكي يتفادى كل هذه الإشكاليات التي تقع بالنسبة للنقل البري زيادة على ذلك فإنه يمكن أن نقول بأنه لا مجال المقارنة في تكلفة النقل ما بين النقل البري والنقل البحري فالنقل البحري معروف عليه أنه جد جد تنافسي من ناحية الكلفة النقطة الثانية التي تؤكد أن المغرب يجب أن يتوجه صوبة إنشاء أسطول البحري للنقل البحري أن نجاح التجارة الخارجية للمغرب وتنافسية الصادرات المغربية مرتبط بشكل كبير بكلفة النقل البحري الذي أصبح يشكل نسبة كبيرة من الكلفة الإجمالية للعملية اللوجستيكية خصوصا في ظل الارتفاع المهول لكلفة النقل البحري وهذا يؤثر بشكل كبير على الوضعية المالية للصناعات المغربية وكذلك على الفلاحة المغربية ومسألة الثالثة نقطة الثالثة المرتبطة بهذا الموضوع هو أن نجاح التجارة الخارجية الوطنية له تأثير مباشر على جاذبية الاقتصاد الوطني ونحن نعرف بأن المغرب الآن أصبح منصة صناعية ولوجستيكية مهمة وأغلب الرسمية الأجنبية تتوجه إلى المغرب من أجل أن يكون المغرب هو المنصة للإنتاج والتصدير وعندما نقول الإنتاج والتصدير في موضوع التصدير لازم أن نستحضر مسألة الأسطول البحري لأنه هو القادر على أن يوصل هذه الصادرات إلى الأسواق العالمية إذن قلنا بأن النجاح التجارة الخارجية الوطنية له تأثير مباشر على جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته في ضوء تحدية الكبرى التي يعرفها الاقتصاد العالمي وبروز دور مهم للتحالفات الاقتصادية والسياسية على المستوى والجيوسياسية على المستوى العالمي التي ستغير خارطة الاقتصاد العالمي من القطبية الاقتصادية التي كنا نشهدها إلى تكتلة جهوية وعالمية ستلعب فيها النقل البحري واللوجيستيك دورا مهما من هذا المنطلق ونظرا للدور الذي أصبح يلعبه المغرب قاريا وكذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمنصة صناعية جهوية واعدة فإن الدور الذي يلعبه وجود أسطول وطني متكامل يعد استراتيجيا من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية التي ترى في المغرب منصة صناعية واعدة من أجل التصدير نحو القارة إفريقيا على هذا الأساس فإن وجود أسطول وطني للنقل البحري سيكون عاملا مشجعا يشجع على جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب خصوصا في ظل وجود بنية تحتية مينائية جد متطورة ومشجعة رابعا النقطة الرابعة إن وجود أسطول بحري وطني سيساهم مساهمة فعالة كما كان في السابق في تكويل وتأهيل العنصر البشري الذي يعد الأدات الأساسية في كل تنمية وذلك بالتعاون مع المعهد العالي لدرسات البحرية الذي يعد المؤسسة الوحيدة للتعليم العالي في المغرب التي تعنى بتكوين وتأهيل الضباط والأطر العليا المبحرة وكذلك الأطر العليا في تسيير وتدبير الموانئ وذلك في أفق الحفاظ على الخبرة الوطنية في مجالات الصناعات البحرية والنقل البحري علما أن المعهد يعد حاليا من القلاع الوطنية القليلة التي تحافظ وتطور الخبرة الوطنية في مجال النقل البحري والصناعات البحرية خلاصة القول فإن بناء أسطول وطني للملاحة التجارية أصبح ضرورة ملحة للأمن الاقتصادي الوطني من أجل ذلك يجب التفكير في وضع استراتيجية في وضع أولا سياسة بحرية مندمجة وتتماشى مع النموذج التنمي الجديد الذي أخذ به المغرب والذي أقره المغرب وثانيا كذلك لوضع استراتيجية مندمجة لتنمية النقل البحري وتشجيع الأسطول الوطني وتشجيع كذلك الاستثمارات في مجال إعداد وبناء أسطول وطني قادر على أن يجيب على التحديات التي أولا يضعها النموذج التنموي الجديد وكذلك على الجاذبية التي أصبح يمثلها المغرب بالنسبة للرأسماء الأجنبي كمنصة قارية ومنصة صناعية واعدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولذلك فإن إقامة هذه الاستراتيجية المندمجة هي الأساس لانطلاق بناء هذا الأسطول البحري الذي يجب أن يتم بتضاف الجهود ما بين الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام سواء الوطني أو حتى الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال مع اعتبار أن الأسطول الوطني سيكون وطنيا إذا كان هناك شراكة ما بين الرأسماء الوطني والرأسماء الأجنبي بنسبة 51% للرأسماء الوطني وهذا سيعطي دفعة كبيرة لتكوين وإنشاء هذا الأسطول الوطني في ظرف وجيز إن شاء الله